قلنا في رسالة السامنة أنه حتى الساعة لم يأتي الطيران الحربي لكي يسجل موقف لأنه بطبيعة الحوال في الأيام السلاسة الماضية كان الطيران الحربي الإسرائيلي دائما ما يأتي بين الساعة التاسعة مساء حتى الساعة العاشرة وهذا ما حصل بالفعل قبل قليل غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي نبدأ من القاطع الغربي الغارات طالت أطراف بلدة النقورة واللبوني ومن ثم كان هناك غارات على كل من أطراف بلدة رامية وسلاسة غارات على أطراف بلدة ياطر غارتين على جبل الباط في محيط بلدة عيترون وكان هناك مترافقا مع الغارات كان هناك قصف مدفعي طال أطراف بلدة بليدة في القطاع الأوسط كما أن الطيران المسير نفذ غارة على أطراف بلدة الجبين وقبل دقيقة من أن أكون معك في المباشر جاءنا خبر أن طائرة مسيرة أيضا قامت بتنفيذ غارة في بلدة البياضة أو عند أطراف بلدة البياضة تحديدا أي جنب بلدة النقورة هستيريا بالقصف هذه تدل على أن الضربات التي ترقاها اليوم الجيش الإسرائيلي من المقاومة اللبنانية هي بالفعل ضربات موجعة لسيما وأن أحد هذه الضربات كانت لطاقمي دبابتين في موقع المطل بالإضافة إلى الاستهداف لقوة مشات في وادي شوميرة وعندما نتحدث هنا عن وادي شوميرة نتحدث عن استهداف داخل الأراضي الفلسطينية ليس في موقع حدودي نتحدث عن استهداف لجنود بدولية مؤللة داخل فلسطين المحتلة أي حوالي الكيلومتر وبالتالي هذا ما يفسر عبد الرحمن أن الطيران المسير عبد الرحمن الذي كان يؤدي دورا دفاعيا للجيش الإسرائيلي الطيران المسير المزخر يبدو أن المقاومة استطاعت بتكتيكها الجديد أن تحيد بشكل كبير تهديدات هذا السلاح